هنا في ساحة لا بستي التي تبدو فارغة على الرغم من أن المتظاهرين والجمعيات المدافعة عن المناخ أعطت موعداً للتظاهر في هذه الساحة التي تبدو فارغة يعود ذلك إلى قرار رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فليب مساء الجمعة منع أي تجمع لأكثر من مئة شخص على الأراضي الفرنسية في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا الذي لا يزال يحصد المزيد من الضحايا في كافة المناطق الفرنسية قررنا منع أي تجمع لأكثر من مئة شخص والغاية من ذلك هي إبطاء تمدد وانتشار الفيروس في كل الأراضي الفرنسية هذا القرار فرض على الأجهزة الأمنية السهر على تطبيقه فانتشرت منذ ساعات الصباح في محيط الساحات والأماكن السيحية العامة كما أن هذا القرار أدى إلى إقفال النواد والمناعب الرياضية والمسارح ودور السينما والمتاحف حتى الشوارع بدت الحركة فيها خفيفة مما يعكس القلق الذي يعيشه الفرنسيون هذا الواقع بدأ يرخي بثقله على الوضع الاقتصادي لن يخسر أي موظف سنتيما واحدا من راتبه الدولة ستأخذ ذلك على عاتقها وستعوض الجميع وفي باريس قررت منظمة اليونيسكو إقفال أبوابها ومكاتبها حتى إشعار آخر وطلبت من موظفيها العمل من منازلهم مدينة الملاهي والترفيه ديزنيلاند قرب باريس أقفلت بدورها أبوابها أمام مرتديها من الفرنسيين والسياح وفي ظل هذه الأجواء تشهد فرنسا يوم الأحد إجراء الدورة الأولى من الانتخابات البلدية توني شميي الحرة باريس